وخلينا اتكلم بصراحة اللي حاصل ان اصحاب التفكير الصحيح واللي بيدرسوا في حفريات الاتجاهات بيجد ان كتير من الافكار اللي بتتكلم ده وبتتعامل مع ده هي افكار عايزة تهد الانسان من الداخل فتهد الانسان من الداخل فتعمل ايه فاتنشط الافكار اللادينية وتنشط الافكار المتطرفة اللي بتاعت والاتنين كميين طب هم عايزين يعملوا ايه يخلونا عندنا هشاشة ويخلونا نبتعد عن مركز تماسكنا وهو العقل المستند لانوار الشرع الشريف فيخلونا يتلاعب بين الناس الغريبة بقى ان الاتنين دولا اتربوا وكانت المحضن الاساسي لتغيير لتخريج الفكر ده هو كل الناس الطمعانين في مصالح بلادنا ومصالح الشعب ده ومصالح الناس دي كلها فيبقى من ناصلحته من الناس تبقى ما عندهاش منطق وعشان كده المنطق بيجي عشان يسلم عقلنا من الهشاشة ويسلمنا من تشككات اللادينيين ومن دعاوة وعباسيات اهل التدائن الكامي والمتطرفين تاني حاجة بيحصلنا المنطق منها بيحصل انسان المنطق المنطق بيحصل انسان من ادمان الوجع ادمان الوجع اللي يفضل ينحرف الانسان ويقلل ثقة بنفسه ويخصم منه للمنطق بيخلي مشاعر الانسان ما تبقاش ديها سلطان عليه فمثلا تلاقي المنطق يخلي الانسان ما يقعش في فخ التعميم ما والتعميم ده اللي بيخلي الانسان يخاف من بكرة التعميم ده اللي بيخلي الانسان يفقد الثقة في الناس التعميم ده اللي بيخلي الانسان يحس انه عايش في غابة التعميم ده اللي بيخلي الانسان ما يقدرش يتواصل مع الناس فما يعممش اللي حصل في ماضيه على مستقبله ولو تعرض للأزى ما يعممش ده ويقول انه محدش في الدنيا بقى فيه خير فدايما المنطق يرجع الإنسان إلى اتزانه ويساعده في التعافي من أوجاهه المنطق كمان بيحصن تلت حاجة المنطق كمان بيحصن الإنسان ويجعله مش أسير للانطباعات يعني اللي هما بيسموها الاستيريوتيب ما خلوش أسير لها ويخليه بطل يحكم على الأشياء بالانطباع فلان ده شكله خبيث وهو ما يعرفوش حصلا طب هو حكم يعني الحكم ده جاي منين وانت حكمت على الشخص ده على اي أساس يقولك الانطباع الأول يدوم بحدش قال للانطباع الانطباع الأول يدوم عند من عند غير منصفين الانطباع الأول يدوم عند غير منطقيين الانطباع الأول يدوم عند غير الباحثين أسعي ممكن الانطباع يتغير طبعا الانطباع ممكن يتغير لما يتعرف الإنسان على الشخص أكتر فما ينفعش نحكم على الأشياء بالانطباعات وخلوا بالكم دي من أهم من أهم الأشياء اللي بتخلي الناس تجل بالنفسها الضر والشر من غير ما تدري لكن المنطق يجي بقى وخلصنا من أسر الانطباعات في عالم إنسان ويبحث ويكتشف وما يبنيش حياته على الانطباعات وما يطلقش الأحكام من غير دريد صادق وصحيح فيخلينا ما نحطش الناس في قوالب زي قالب مثلا كل غني متكبر أو كل غني فاسد أو كل فقير ده متواضع أو كل فقير ده بتعربنا أو كل فقير ده بيستطيع أنه يكون إنسان مجاهد ويستطيع أنه يكون إنسان صبور في الحياة فالتعميم اللي بيخلينا نحط قوالب ووصمات ده اسم بنرتكبه وإحنا مش منتبهين يعني بعض الناس يجي يوسموا الفقراء ويجي مثلا يقولك أي واحد فقير ده ممكن يكون جاهز للجريمة إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده ما فيه ناس اسموه ده فيه فيه فقه من الناس اسموه من العصاميين وفيه من الناس اللي بيقوله ولاد الناس اللي هم متربيين إيه يعطودي دولة فين وعشان كده اللي بيحصل ده والطريقة بتاعت التعميم دي اللي المنطق بيحمل عقل منها وبيحمل الإنسان منها بتخليه إيه اللي حاصل يبتعد عن الكهرائية لكن التعميم ده وطريقة الانتباعات دي بتخلي الإنسان مجاهز بالكهرائية وإيه اللي حصل وتشيع في قلوب الناس وتخلي المجتمع هش بدرجة كبيرة جدا رابع حاجة وآخر حاجة المنطق بيصون بها الإنسان إنسان المنطق بيتحول إلى وسيلة اللقاية والتعافي من بعض الترابات زي الألأ والوسواس ترجمة نانسي قنقر